مرحبا بكم في قناة معلومة همة في رحاب بيت النبوة قصص تشع نورا وإيمانا وقيما تبقى خالدة عبر الزمن قصص أمهات المؤمنين الطاهرات وصحابيات وقفنا بجانب النبي الكريم بصبر وثبات وعزيمة لنتعرف على نساء صنعنا التاريخ دعائم للإيمان ونماذج للتضحية والوفاء في هذه الحكايات نجد الدروس والعبر والحكمة التي تلهمنا حتى يومنا هذا تابعونا في رحلة شيقة مع قصص الصحابة وأمهات المؤمنين ولا تنسى الاشتراك في القناة إذن هيا بنا لنبدأ يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وقد حداه الله بخصائص فريدة تميزه عن غيره كان منها زواجه بأكثر من أربع نساء حيث تزوج بإحدى عشرة زوجة شرفهن الله تعالى وجعل لهن منزلة رفيعة بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وبهذا صرن أمهات للمؤمنين يحتذا بهن في الصبر والورع والعفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في الدنيا وأيضا زوجاته في الجنة وقد توفي النبي الكريم وهو راض عنهن جميعا وعددهن حين وفاته تسع وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا كل واحدة من أمهات المؤمنين انتازت بخصال عظيمة وقصص ملهمة فكانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صاحبة السق في دعمه ومصرته فكانت خير عون له في بداية للدعوة الإسلامية وصبرت معه على شدائد قريش أما سودة بنت زمعة رضي الله عنها فقد كانت ثانية زوجة له بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عرفت بحبها للصدقة وببشاشتها في المعاملة ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي كانت لها منزلة خاصة عنده واجتهرت بعلمها الواسع فكانت من أهم رواة الحديث حتى أصبحت مرجعا لكثير من للصحابة بعد وفاة للنبي صلى الله عليه وسلم أما حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها فكانت صاحبة علم وتقوى وقد أكرمها الله بحفظ القرآن وجاءت بعد حفصة رضي الله عنها السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها الملقبة بأم المساكين لرحمتها وعطفها على الفقراء والمحتجين لكنها توفيت بعد وقت قصير من زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها التي اشتهرت بحكمتها وفصاحتها وكان لها دور كبير في المشورة والنصح كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت مثالا للتقوى والورع وقد كان زواجها استجابة لأمر الله تعالى وبعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث رضي الله عنها وكان لزواجها أفر في إسلام قومها إذ إن أهلها أطلق صراحهم بسبب مكانتها ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية بنت حي رضي الله عنها التي جاءت من بني قريضة بعد أن أسلمت واحتواها النبي صلى الله عليه وسلم بكرم وحب وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها كانت مثالا في الصبر والوفاء فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بلاد الحبشة بعد أن أسلمت وهاجرت والسيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها التي كانت آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والتي اشتهرت بزهدها وتعلقها بالعبادة أما مارية القبطية رضي الله عنها فهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدة ابنه إبراهيم وقد أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها المسلمون فكانت لها مكانة عظيمة رغم أنها لم تكن زوجة على نحو باقي أمهات المؤمنين تميزت قصص أمهات المؤمنين بالعطاء والصبر وكن نماذج يحتذا بها في التضحية وحب الخير وقد حفظ التاريخ ذكرهن لما قدمه من دعم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته المباركة فكن خير قدوة للنساء في العفاف والتقوى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا جاء لأسباب حكيمة ودوافع متعددة منها نشر الدعوة الإسلامية حيث أن بعض زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لتقوية العلاقات بين القبائل العربية مما ساهم في تسهيل نشر الدعوة الإسلامية وكسب تأييد القبائل ودعمها تأكيد مكانة المرأة في الإسلام حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من مختلف فئات النساء مما أكد على حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام خاصة الأرامل والمطلقات التشريع والتعليم قدم النبي صلى الله عليه وسلم من فلال زيجاته نموذجا عمليا للأمة حول كيفية التعامل مع الزوجات في مواقف مختلفة حيث ساهمت أمهات المؤمنين في نقل الحديث والأحكام الشرعية وأصبحن مرجعا للمسلمين في أمور دينهم تحقيق التكافل الاجتماعي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التكافل بأرامل الشهداء مثل زواجه من السيدة زينب بنت خزيمة التي توفي زوجها في إحدى الغزوات وهذا الزواج يبرز قيمة التضامن الاجتماعي في الإسلام تعميق المحبة والألفة بين المسلمين من فلال زواجه ببعض النساء تحققت روابط قوية بين النبي وأصحابهن وأقاربهن مما عزز الوحدة والتآلف بين المسلمين الإعجاز والتشريع الرباني حيث كانت بعض زيجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى مثل زواجه من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها ليكون تشريعا إلهيا يبطل عادات الجاهلية كتحديد المحرمات لذا فإن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتحقيق مصالح دينية واجتماعية وتشريعية ولتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وكانت كلها لحكمة بالغة ورؤية شاملة للأمة الإسلامية وهكذا نكون قد ذكرنا جميع أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسنعود في فيديوهات أخرى لجرد سيرة كل واحدة من أمهات المؤمنين مع ذكر فضائلها ومناقبها إن أعجبكم الفيديو فلا تدخلوا علينا بالاشتراك في القناة إلى اللقاء في فيديو جديد مع قناة معلومة همة إن شاء الله موسيقى